مدن اسكانية ووحدات سكنية وتمدد عمرانية وفق رؤية كويت جديدة للمجلس البلدية توصيات بتغيير نهج تنفيذ هكذا مشاريع تفاديا لمعاوقات تنفيذها قانون الاسكان الجديد خول وزارة الاسكان أو مؤسسة عاملية السكنية في عمل التطوير الحضاري للمناطق السكنية وأصبح دور البلدية فقط لما المخطط يتم تجهيزة يكون دور البلدية فقط في تسكين الإحداثيات والمساحات والتسهيل لإصدار وثائق البيوت القسام فبالتالي دور البلدية الآن تقلص بشكل كبير في المساهمة في تطوير الحضاري للمناطق وهذه مشكلة كبيرة لأن البلدية هي المسؤولة عن تطبيق المعايير الحضارية المتعلقة بالمجتمع ككل دعوة لبلدية الكويت بتحقيق شراكة حكومية في بناء المدل الاسكانية وفق المخطط الهيكلية عزل البلدية عن التدخل وعن المشاركة في التصميم حضر المناطق أنا أعتقد ولد مشكلة كبيرة وهذه المشكلة شفناها في مناطق مثل جابر الأحمد مثل صبع الأحمد بعض التصاميم لا توافق حاجات السكان لذلك في المجلس البلدي نقترح المزيد من اقتراحات لعمل تحسينات مورورية أو تخصيص بعض المساحات التي أفتقد لها التصميم الأولي لذلك المفروض أن البلدية كلها دور أكبر ورشة عمل في قادم أيام وعلى طاولة ملف التطوير العمرانية وتطبيق نظام المدن النموذجية بمنظور يحاكي الكويت 2035 أحمد المسعودي للتلفزيو والمجلس